محكمة العدل الدولية ترد على ادعاءات قطر بشأن الامارات ابرز ما شددت عليه المحكمة ان الحل يتم بين الطرفين وليس بالذهاب الى جهة ثالثة وقالت المحكمة انها ترى ان قطر لم تفعل ما يكفي للتواصل والتفاوض مع الامارات واشرت المحكمة الى ان قطر لم تعتمد في تقديم شكواها على احترام الشروط المطلوبة التي يجب ان تتوفر قبل تقديم اي شكواه واكدت المحكمة ايضا انه في هذه المرحلة من الاجراءات لا تعتقد باستنفاذ كل الوسائل المحلية لمعالجة القضية قبل الانتقال الى لهاي واختتمت المحكمة بانها لا يمكن ان تقرر بشكل نهائي في هذه المرحلة من الاجراءات وفي ردها على قرار المحكمة رحبت دولة الامارات العربية المتحدة بالقرار واعتبرت في بيان لها ان قرار المحكمة يعكس ان التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون اساس صحيح ولم تكن مدعومة باي ادلة ودعا بيان دولة الامارات قطر الى التجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الامارات والدول المقاطعة الاخرى فيما يتعلق بدعم قطر المستمر للارهاب وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة واكدت الامارات ان اجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري مشيرة الى ان الاف القطريين يقيمون في الدولة ويزورونها ويمكن للزوار القطريين دخول دولة الامارات باذن دخول مسبق من جانبه لخص وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش قرار محكمة العدل الدولية بالقول انه كان رفضا للمطالب القطرية واوضح قرقاش ان القضاء اشاروا الى ثلاثة اجراءات تتعلق بالاسر والطلبة والتقاضي وهي نفس الاجراءات التي قامت دولة الامارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد اتخاذ اجراءات الدول الاربع ضد قطر